اعزائي مشاهدي بالمهورية اونلاين احنا بمعاكم في برنامج ساعة صحتك بنستضيف اه في دكتورة ريم المسيري اه دكتورة ريم المسيري دكتورة البطنة واستشاري الامراض المعضية ورئيس تخصص الامراض المعضية بقسم البطنة بكل التب الاسر العيني هتتكلم معنا عن الكورونا والاميكرون والجديد اه في علاج الكورونا والاميكرون وايضا في اللقاحات الخاصة بيها ايضا هتتكلم عن بعض الامراض المعضية اه المنتشرة اللي يجب ان لكل منزل ينتبه اه اليها احنا معاكم بس مباشر اه بنتمنى ان تتفعلوا معنا واي احد معاكم عنده استفسار سواء في الكورونا سواء عن الاميكرون سواء عن التطعيمات اه او عن بعض الامراض اللي معاديا بتقرقوا او بتسبب بعض المشاكل ليه اه يسعدنا ان احنا نستقبل تساؤلاتكم واستفساراتكم ودكتورة ريم معنا هتجاوب على هذه الاسئلة اهلا بيك دكتورة اهلا بيك ربنا اه احنا طبعا الكورونا عملت زهرة عالمي على مستوى العالم المشاكل النفسية للكورونا كانت بالتوازي مع خطورة المرض نفسه يعني في حالات كتيرة اول درجة ان في حالات انتحرت يعني اه في الاول اه وطبعا الميديا والاعلام اللي هو بيصور ان ما اي حد بيجي لكورونا ضروري حيخش رعاية وضروري حيخش اه يعني رعاية مركزة واحتمال ينتهي بالوفاة ما ان الكورونا من اول ما بدأت واحنا عارفين انه تمامين في المية من الحالات بتبقى بسيطة وخمستاشر في المية بيخشوا المستشفيات خمسة في المية بس اللي بيخشوا الرعاية منهم نسبة هم اللي بيتوفوا بس موضوع الكوبيس اللي حاتك بتقولي عليها والاثار النفسية السلبية سببه ان كل واحد بيصاب حتى ولو حالته بسيطة في ذهنه انه هو هيخش رعاية فعشان كده بيبقى ممكن فعلا فيه حالات انت حورت سجلت واحنا من المنطلق ده طبعا اه ان نقدر نطمن برضو المشاهدين ان رغم اصابات الكورونا العالمية اللي وصلت لحوالي تلتمية وتمانين اه مليون على مستوى العالم عدد الوفيات فقط خمسة ومسة مليون. تمام اهو اهو حلو ان الناس تطمن بس مش حلو ان الناس تطمن قوي لان احنا كمصريين بنحب بنخاف شوية علشان برضو يبقى فيه شوية اجراءات احترازية. لو طمنت الناس زيادة عن اللزوم ممكن الدنيا تنتشر. السلالة اللي موجودة اه يعني ممكن تكون اقل لحدة بس برضو لسه فيه ناس بتخش الرعيات. فاحنا نتطمن اهو بس برضو ناخد بلنا اهو تفاقل حاضر بالصبت. اهو تفاقل حاضر احنا هناجل التفاقل ده للمفاجأة اللي حضرتك هتقولها لنا بس نبدأ اه مع حضرتك كده اه خطوة خطوة يعني فيه مفاجأة عن علاج جديد للأوميكرون وعن لفاح مصر جديد والعلاج برضو علاج مصر جديد. بس احنا هنتكلم معاك الاول عن الأوميكرون والاعراض الخاصة دي. هي اعراض كورونا. وبين اعراض الكورونا. كويس. هو طبعا هو سلالة من الكورونا. كويس كده. فخلينا نقول اعراض الكورونا الاول. اعراض الكورونا كان بتيجي بحرارة. كانت بتيجي ممكن برشحة ممكن. بس مش كتير قوي. اه ممكن اترصدت حالات في الاول خالص ان هو فقدوا حسد الشام والتزوغ. في الاول الناس كانت بيستغرب جدا وبعد كده توصفت في ناس كتير. فبقيت بالعكس يعني اللي بيجي وفقدان اللي حسد الشام والتزوغ. بنقول له انت عندك كورونا من غير ما تعمل مسحة. اه الموجات اللي فاتت كان فيه اوقات تأثير للجهاز الهضمي. فممكن يجي باسهال او اه غمت نفس او عايز يرجع او كده. اه طبعا فيه حالات بتبقى اكتر من كده وبالطبعا زي ما قلنا ان هو بيحصل تأثير بقى للرقة ويخش المستشفى. اه الاوميكرون اه الفكرة ان هو سولانة او نقول متحور من متحورات كورونا. هو كورونا كاي فيروس بيتحور كتير قوي. يعني ايه بيتحور يعني بيغير من شكله. فبالتالي بيخلي الجهاز المناعي بتاعنا بيصعب عليه المهمة انه هو يقضي عليه. اه بيتحور بسرعة جدا. فالاوميكرون يعتبر لقوا فيه حوالي خمسة وستين اه تحور اه عن السلالات الكورونا الاخرى. اه مشكل او يعني مشكلته ان هو سريع الانتشار. يعني لو كنا قلنا ان السلالات الاولانية كان اه نسبة العدوى لو انا عندي شخص واحد بيعدي اه واحد ونص يعني الشخصين بيعدوا ثلاث اشخاص اه الاوميكرون اكثر عدوى. يعني الشخصين ممكن يعدوا خمس اشخاص. يعني هو اسرع انتشارا. اه اقل. حدته بقى ايه? اقل حدة اه بس المشكلة في حاجة انه اه مشكلة الكورونا بواجه النعام ما بتبقيش عارفة الجهاز المناعي بتاع الانسان هيتصرف معه ازاي? احنا متفقين ان الكورونا مشكلتها مش في الفيروس مشكلتها في رد فعل جهاز المناعي بتاع الانسان للفيروس. لان هو ده اللي بيخلي فيه هياج او هياجان شديد على مستوى الجسء يعني المناعي بتاعتي. وهي دي اللي ممكن تعمل تدمر الرقة وتدمر حاجات كتير. فاحنا بنقول انه هو سريع الانتشار. بنقول انه هو اقل لحدة. ولكن ما نقدرش نتوقع الاوجيه لاي حد ممكن يعمل في ايه? لان هم برضو اثبته ان فيه عامل وراثي او جيني انه ممكن تلاقي عائلات مسلا بتتعب وشباب زغيرين وبتموت ليه? لانه فيه عامل جينات او عامل وراثي لا يمكن آآ علاجه او لا يمكن الوقاية منه. فالاحسن والافضل ان احنا نحاول نقي نفسنا من الاصابة لانه ما حدش يقدر يتوقع الفيروس لما هيخش جسمه هيعمل ايه? انا حاسة ان حضرتك ان لما لسه بقول لنا تفائل عملتي ستريس قوي وركزتي ان احنا مش لازم نتفائل قوي. نتفائل قوي وكله وهو المرض بسيط يعني هو هو المرض الحالي يعتبر مرض هاين بس برضو كل الناس بتوصف ان هو دور تقيل يعني كأنه دور برد تقيل. اه الاعراض الجديدة بتاعته هي اكتر حاجة الرشح والكحة. الرشح والكحة. النشر يعني في العضل يعني? الرشح الرشح هو الزكام يعني الزكام. الرشح والزكام والكحة. اه والانس ده للانف. اه فقدان حاسة الشم مش كتيرة قوي والاعراض التنفسية مش كتيرة قوي وارتفاع درجة الحرارة بتحصل اه انما مش بشدة الموجات التانية او السلالات التانية. طيب هل ممكن يبقى فيه اصابة مزدوجة اه كورونا مع مع اوميكرون سلالة تانية من الكورونا والذين اه اه اقدر الله تحصل يعني مع مريض ما? ما هي القصة حنقول في التشخيص ان هو الاميكرون بيتشخص عادي بالمسحة العادية اللي هي بتشخص كل السلالات بتاعت الكورونا انما عشان احدد السلالة اللي اصابتني سواء هي كانت دلتا او او اوميكرون او ايه يعني ايه السلالة بالزبط بنعمل حاجة اسمها يعني فحص للتركيبة الجينية للفيروس وده مش بيتعامل على طول بيتعامل في مراكز محددة وفي يعني في يعني احوال محددة. ده بالنسبة للاميكرون? اه الا اوميكرون واي سلالة لو انت. اه بالزبط. اه. 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 او اميكرون بقى. لا ما هو الكورونا الا اوميكرون هو سلالة من الكورونا. اه. اه يعني بنفحص التركيبة الجينية للفيروس نفسه. لزبط. يعني فيها اختلاف عن مراحل التعارف على اه سلالات الكورونا الاخرى. اه. 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 يعني معناها. يعني انت عشان تشخصي. عشان تشخصي اللي انا عندي كورونا. او لا بنعمل المسحة. وممكن تطلع اوقات بتاع تطلع صلبي والمريض يبقى حامل الفيروس الكورونا. وفي اغلب احيان يعني في تمانين في المية بتطفع ايجابي. اه. عشان احدد نوع السلالة ده الفحص تاني. اللي هو ان انا افحص تركيبة الجينية للفيروس. اه. ودي تبقى بتبقى شور مؤكدة. اه طبعا. التحليل هنا بيبقى مؤكدة. اه طبعا. وبيقول لك السلالة بالزبط. طيب. انت حضرت تكلمتين عن الاعراض بالنسبة للأوميكرون. طب بالنسبة للعلاج وبرتوكول العلاج. هل بيختلف عن الكورونا ولا? البرتوكول العلاج خلينا نتفق ان زي ما قلنا تمانين في المية من الحالات بتيجي في حالات بسيطة. فبالتالي يعني حتى مكتوب كده في بروتوكول الوزار ان الحالات البسيطة مش محتاجين ان احنا نديهم مضاد للفيروسات. مش محتاجين. اه. اه. عصدت في العلاج ايه? اه. هتقولي لي حضرتك مراحل العلاج. بزا. الحالات الاسابة الشيء. اه. الحالات الحالات البسيطة اللي هي بتيجي باعراض بسيطة نسبة الاكسجين سليمة لو عملنا اشعة للصدر اشعة الصدر كويسة وفي نفس الوقت بيكون المريض ده ما عندوش عوامل خطورة ايه هي عوامل خطورة اللي اتخوفني انه الشخص ده لو جاله اي سلالة من الكورونا ممكن حالته تتطور ويخش المستشفى انه هو يكون عنده امراض مزمنة عنده مثلا امراض مزمنة في الكبد او امراض مزمنة في الكلا او امراض مزمنة في الرئة او انه هو يكون بياخد ادوية بتقلل المناعة بتاعته ان هو زارع عضوي يعني زارع كبد او زارع كلا او ان هو بياخد ادوية زي الادوية المشهورة اللي هي الكورتيزون لأي امراض روماتزمية فطبعا الادوية دي بتقلم المناع عنده فده بيخليني اخاف عليه ان هو الحالة عنده تتطور يعني هنا في حالة الاصابة بالاميكرون اذا كانت حالة خفيفة التعريف الحالة الخفيفة ان هو العيان يكون الاعراض عنده خفيفة وفي نفس الوقت ما عندوش عوامل خطورة لو الاعراض خفيفة ما عندوش عوامل خطورة المفروض حتى تبع بروتوكول البيضارة الصحة المصرية ما ياخدش مضاد للفيروسات ما ياخدش كورتيزون ما ياخدش طبعا ادوية سيولة وما ياخد ايه ياخد علاج للاعراض فقط لو بدأت الحالة اه 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 ادوية الراش اه حرارة ياخد علاج مخافض للحرارة بالضبط ويتعزل طبعا العزل برضو كان عليه كلام في اول الكورونا كنا بنقول ان العزل 10 ايام او 14 يوم اه جم بعد كده من اه خمس او 6 ايام اه السي دي سي اللي هي يعني مظام في امريكا بتدرس اللي هو الانت ان العزل خمس ايام فقط لو المريض يعني متعم اه اه في حالات الكورونا كلها احنا بالنسبة لغاية الوقتي بنعزل لا ولا الاميكرون بس يا دكتور لا لا ما هو احنا ما هو احنا احنا بنقول ان السائد دلوقتي هو الاميكرون اه ولكن انا مقدرش احلف مية في المية انه هو اميكرون غير لو عملت فحص للجينات وده مش موجود فاحنا بنفترض ان هو الاميكرون بطريقة الاعراض اللي هو منتشر بيها. طيب معليش عاقفة يعني حضر كنت السائد هو الاميكرون. معنى كده السلالات الاخرى خلاص انتهت? لا ممكن تكون موجودة. لا ممكن طبعا تكون موجودة. اه. وممكن يكون فيه سلالات جديدة هو بيتحور كل دقيقة يعني بيتحور كتير او. حتى بدون السلالات الجديدة الخمس يكون لسه الكورونا بالسلالات القديمة. موجودة طبعا. اللي بيسبب اعراض وممكن العزل بيستمر الاسبوعين والتلات اسابيع. ايوة طبعا. ايوة طبعا. بالضبط. فاحنا دلوقتي لما اي حد بيبقى عنده اعراض بنقوله لو سمحت هو بيجي لي مثلا العيادة على اليوم التالت. بعزلوا المدة اسبوع يبقى هو اتعزل كده لمدة عشر تيام. على حسب يعني دوليا يعني نظامات الصحة العالمية وكده. قالوا ان هو الفيروس ماش بيبقى موجود في في الافرازات التنفسية بعد اليوم التاسع. فانا لو عزلتوا المدة عشر تيام. اوة سلالات الكورونا كلها هي نفس الحاجة. بعد اليوم التاسع اه. في اغلب الوقت. فبالتالي انا ممكن لو عزلتوا المدة عشر تيام من بداية الاعراض ده كفاية. بس اللي نزل جديد انه كمان بقينا نعزل خمس تيام وبعد والخمس تيام اللي بعديهم بيلبس الكمامة. بس طبعا ده باعتبار ان هو الاعراض عنده تحسنت. طب لا انا عايزة اتوضيح هنا بس في موسئية دي يا دكتور. دلوقتي لو اصيب بالكورونا عزل خمس تيام. الخمسة التالية. يلتزم بالكمامة. او يختلط بالنازل مع الكمامة. او او. او. سواء كان اوميكرون سواء كان كورونا. هو الاميكرون زي ما قلنا هو سولانة من الكورونا. اه اه اه. طيب ابصي علشان ما يحسنش الاخباطة خلاص هو العزل عشرة ايام. اكتر اه. عشرة ايام من بداية الاعراض. طيب. ماشي بس انا اللي بقول خمسة ايام لان بدأ يبقى فيه تعميمات على بعض المصالح الحكومية والكليات ان العزل بقى خمسة ايام. فليقرى المعلومة يعني ما يستغربش لانه هم فعلا لا انه الاميكرون بالزيت العدوة بتاعته بتبدأ قبل بداية الاعراض بيومين وبتنتهي بعد بداية الاعراض بيومين تلاتة عشان كده قالوا احنا هنعزل خمسة ايام وبعد كده الخمسة ايام التانين ينزل الشغل عادي بس يبقى ملتزم بالكمامة. ده برضو عشان الناس يعني والحياة تمشي وما. بالزعب ده هم اكيد حسبوها اه اختصاديا انه ان الحياة تمشي. اه اه. نزبط. لأ وحتى تبيان كده برضو مراعيين اه مصلحة المريض. بالزبط. سواء كان حدود خمسة ايام بس مش خدا? اه. تمام. طيب انا جالي سؤال دلوقت يا دكتورة بيقولك يعني من خلال وصف حضرتك ان هو رشح وزكام في الاميكرون. طب انا ازاي هتفرق بينه بين نزلة البرد العادية. مش هنعرض يفرق علشان كده انا بقول لحاكي ان الحالات البسيطة طبعا هو مش بيروح المستشفى او بيروح حياة خارجية. فده هياخد علاج للاعراض ويقعد في البيت يتعزل بس. انما لو الدنيا بنضيله يعني الحرارة مش بتحسن. يعني انا هتعمل بقعة لانها اميكرون افضل لو مش حوزه كام بل انا هتعمل على انه نزلة برد يعني وتباصل معك. اصلا هي كلمة نزلة برد كلمة مش دقيقة. نزلة برد معناها اي فيروس نفوسي. اه. 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 نازم راحة. اه. اه. بالزبط. اه. مش كده برده. اه. بزبط. اه. يعني حتى حتى نزلة البرد العادية او الانفلوانزا العادية نمرة واحد فيها. ان ان انت تعبين اقعد في البيت عشان ما تعزي ما تعديش حد. اه. انت مش مهم انت عندك ايه المهم ان انت ما تعديش بقيت. يعني بنأكد تاني. اه. حتى لو عند حضرتك طفل في البيت وجاله برد او انفلوانزا اول حاجة بنقوله ايه. اقعد في قدر وحدك. صح كده? اه. اه. بالزبط. اه. هو هيعدي اه. هيعدي غيره طبعا. اه. مش كده برده? اه. يعني ما يتهونش برد. طيب اه برضو في سؤال اه جالنا تاني اه دكتورة بالنسبة للأوميكرون ان انت حضرتك اكدت لنا ان دلوقتي تم عزله. اه. مش كده? اه. طيب. الحالات بقى اللي انت قلت اللي هي اقصر اه يعني اه تعرضا او خطورة. اه. يعني دي هنعزلها في الاول خمس ايام عادي ولو تطورت نضطر روح المستشفى ولا يبقى. هو هو الافضل انه اي حد بيشتبه انه هو كورونا خلاص وعنده عامل خطورة عنده عامل خطورة الافضل انه هو يتوجه للطبيب. ليه? لانه ساعتها بنتديله ادوية مضادة للفيروسات. فدي ممكن تقلل احتمالية انه هو حالته تتدهور او تبقى اسود. لو هو حاسس انه. لو عنده عوامل خطورة يعني فوق خمسة وستين يعني فوق خمسة وستين سنة برضو والسمنة اللي هما الناس اللي هما يعني في سمنة شوية. وزي ما قلنا بقى امراض الكبد والكلة. اه. والناس اللي هما زرين اعضاء ايوة. اه. 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 امراض وامراض الالب ايوة. ايوة. واللي بياخده كورتزون. بزرط. اه اه. 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 في حالة لو جات له اعراض. اه اه. لو جات له اعراض بسيطة الافضل انه هو يتوجه للطبيب. اه. اه. انما لو شاب زغير مثلا تلاتة وعشرين سنة او ستتاشر سنة طبعا بينزله وبيخرجه وبيختلطه. وجاله شوية صداع وجاله شوية رشح لمقدة يوم وتاني يوم بقى كويس. مفيش داعي اعمله تحاليل. مفيش داعي يشوف الطبيب. يعني ممكن ان هو ياخد علاج للاعراض ويتعزل ويبعد عن كبار السن برضو. علشان خاطر ما يمقل لهم مش العدو. طيب. برضو هنا في سؤال الموضوع العامل للناس قلق التطعيمات. اه. البعض يقول يعني في سؤال جايلي عن طريق اه بقى يعني المشاهدين الحامل. اه. فيه اللي يقول تاخد تطعيم? اللي يقول لأ. طيب منظمة الصحة العالمية بتدعو كل الحوامل سواء ان هي حامل سواء ان هي ناوية تبقى حامل ان هي تاخد التطعيم بس بناخد نوعين معينين يعني ما بناخدش الأسترا ما بناخدش السينو فت لانه لم يتم دراستهم لم يتم دراستهم علىreteهم على السيفتي اا اللي هو الامان بالنسبة للحوامل. معنى كده ان في بعض انواع لقاحات تم اه تجربة السيفتي بتاعتها والامان للحوامل. اه. اللي هي اييه بقى? الفايزر والمديرنا. الفايزر والمديرنا. اه. دول امانين على الحوامل. بالنسبة للحامل. الزبط كده. طيب هفترض ان برضو الحامل ام مش عايزة. يعني في ناس على فكرة رفضين. وفي اطباء على فكرة بيرفضوا. وحقهم انهم يرفضوا اه التطعيم. في ناس بترفض. طيب اه نسيبهم برضو من غير التطعيم. لا. هنقول ان في فقتين من الحوامل لازم يتطعاموا. مين ومين الحامل اللي عندها عوامل خطورة. يعني عندها امراض مزمنة بتاخد كورتزون. المناعة عندها فيها مشكلة. عندها مسلا امراض دروماتيزمية وبتاخد اه ادوية. دي واحدة. الواحدة التانية اللي هي لو بتشتغل في المجال الصحي. اي حد بيختلط بالمرضى. يبقى ده لازم. طبيبة ومرضة عاملة. لازم انها تاخد التطعيم. اه نفي ونفي صريح انه التطعيم اه ما ناخرش الحامل علشان التطعيم. ما نمنعش الحامل علشان التطعيم. تمام? وما نمهيش الحامل. يعني لو واحدة حامل. تاخد التطعيم وبعد كده تقوم منزلها تطعيم. اه بعد الناس بتخاف. لا ما فيش الكلام. بس برضو ارجع بقولك ان هنا في مصر لا في خوف. يعني معظم الناس بتثير ان التطعيم للحوامل اه يعني مرعب او في مشكلة لدرجة ان هو بيقول ان هو بيخش يعني بيروح للجنين ويعمل له مشكلة او كده. اه اعتقد بالتسجيل حضرتك قلت لي ان السبت ان الحامل لو خادت اه التطعيم ممكن بعض الاجسام المناعية. اللي هي. اللي هي بتتكون في جسمها ممكن تتنقل للجنين. وده كلام منظمة الساحة العالمية. ده تبقى منظمة الساحة العالمية. اه اه. اه. يعني كده نطمن الحوامل. بالزبط. طيب الجزئية برضو التانية في تطعيمات الاطفال تورا وضحيلنا هنا. الاطفال هنا في الوزارة اه بدأوا من كزا شهر اه دخلوا الاطفال بتحت ستاشر سنة. وبرضو ادهم الفايزر لانه هو ده اللي اتجرب على الفئة العمرية دي. ونزلوا عندنا في مصر لغاية سنة. اتناشر. اه نزلوا لحد اتناشر سنة. يعني نزلوا لحد اتناشر سنة. يعني كده في قدر من اتناشر لستاشر. بيتطعم. بيخش على الموقع. اه بيخش على الموقع. وبيسجل. وبيقول عمره وعادي بالرخم القومي بتعمله معايد وبيتطعم. اه في امريكا طعاموا تسعة مليون تقريبا طفل. بس هما يعني اجمد مننا بشوية يعني من خمسة لحداشر سنة طعاموا تسعة مليون طفل. ما بين خمسة لحداشر سنة. اه من خمسة لحداشر سنة. من خمسة لحداشر سنة في امريكا اطفال. اطفال. تسعة مليون. بس بيدوهم ايه بيدوهم تلتب جرعة يعني بتقم محسوبة. وبرضو قالوا ان في طبعا على فكرة في يعني اعالات جانبية للفاكسين للتطعيم. ولكن لا قلناها كلها حاجات بسيطة ويعني قليل قوي اللي تعب او حصل له مشكلة. طيب برضو في بالنسبة للتطعيم والاصحاب الامراض المزمنة زي القلب زي. ياخدوا التطعيم. سكر. ياخدوا التطعيم. ايه ايه الموضوع معاه? كلهم ياخدوا التطعيم والاحسن ان هو ياخد الفايزر برضو. طيب. انا غيري برضو سؤال بيقول بيعتبر ان اللقاح كل الناس عارفة انه ليه بعض الاعراض. ليه طبعا اعراض. ايه. اول نقول ايه اعراض اللي بتظهر على الناس. هي الاعراض البسيطة اللي هو فيه ناس بتجيلهم حرارة. فيه ناس بتجيلهم اعراض شبيهة بالكافد بس ممكن ما تكونش كافد يعني يلاقي يزوره بيحرقوا شوية. يلاقي فيه رشحة خفيف. كده. اه اه. ويلاقي ممكن اكتر اشهر من الاعراض يعني انه يجيله يعني احمرار او يجيله حرارة شوية مكان المكان التطعيم. يومين ثلاثا. يومين ثلاثا. بتبدأ بعد اتنشر ساعة تقريبا وبتستمر المدة مثلا يوم او يومين بالكتير. طب البعض يسأل لو خد اللقاح وما ظهرش عليه اي اعراض. عادي برضو في ناس بتاخد الاعراض. هل كده اللقاح يبقى? لا 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 اخوانس لا اخوانس اللقاحات كلها يعني زجانة لو حد بيسأل از كانت هي محفوظة يعني بشكل جيد كل اللقاحات طبعا بتبقى اه تبقى على وزارة الصحة فبتبقى محفوظة في درجات الحرارة المطلوبة. آآ واللي ما يجيلوش عارض. آآ لا كوقاية قبل ما تاخد التطعيم وده مش مرفوض يعني عايز ياخد باندول او او بعد ما ياخد التطعيم بزبط ياخد الباندول مفيش مشكلة خالص. يعني لا ما ياخدوش قبل التطعيم. لا يعني بعد اياه بعد ما ياخد. آآ يعني فيش حد يقول متوقع انه لازم حرارته هتترافع هترتفع فبالتالي بروح ياخد الخافض الحرارة قبل ما يتعب. لا يفضل بانيش. يعني كل ما قلنا ادوية كل ما كان احسن. اه. ده مسكنات لها خطرتها برضو على انهزت الجسم. آآ الباندول يعتبر الامن يعني. الباندول يعتبر امن ما فيش في مشكلة كبيرة. آآ طيب جاي لي سؤال بعض يعني مش عارفة آآ سؤال بيقول لي هناك سمعنا ان فيه متحور جديد تاني غير الاميكرون وصل لمصر. ده صحيح? ما عنديش معلومة بصراحة لسه. يعني وفيه متحور وصفوف آآ فيه متحور وصفوف اسرائيل آآ عبارة عن خليط ما بين الكورونا وما بين الانفلوانزا فسموه فلورونا. فلورونا. آآ فلورونا. آآ فيه متحورات جديدة زي بقول لحيك احنا مش بنعمل ده ده يعني حضرتك فلورونا ده في اسرائيل. في اسرائيل آآ آآ تم تعرف عليه وعزله. احنا في مصر برضو بأكد ان هي الوزارة اعلنت ان فيه حالات اوميكرون اعلنت. وفيه بعض المراكز بتعزل الفيروس او بتعمله بس مش هو ده اللي على طول. يعني احنا مش كل عيان بتطلع مسحته ايجابي بانه نشوف السلالة بتاعته ايه. بس احنا تقريبا من الاعراض بنقدر نقول ان اوميكرون. يعني مش رب تتكلم نفسك. اه طبعا اه لا وهو مش مسموح. مش مسموح. اه لا لا مش مسموح ان هو يتعمل يعني على قاعدة شعبية يعني لا لا هو بتعزل من يعني لا يعني قصدي العزل بتاع الفيروس او السلالة بيتعمل اه على مستويات بحثية فقط. وفي مراكز معينة طبع الوزارة. اه طالما بنقدر ان يسيطر عليه. اه بسقط. يعني الحمد لله يعني بيتمدل السيطرة عليه بقى ده برضو اه جانب ايجابي يعني. باسم المين. طيب اه في برضو هنا سؤال تاني اه جاي لنا برضو بالنسبة لل احنا الكورونا دي هان خدت من انا اوميكرون واخد من انا بساحة كبيرة شوية يعني معلش ايه. اه لو حد اه اصيب اه بالكورونا ابي كده. اه. وارد تاني ان هو لو فقط تاني حست الشم والتزوج فقط. اه. هل دي ممكن تبقى كورونا تاني? ممكن طبعا. فيه الناس بتتصبر. يعني هو. اه. 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 وبعدين اصيبت بفقدان حست الشم والتزوج. ورجعت له وفقتها تاني ولا ايه? لأ يعني هو بيقول انه لما جات بالكورونا وبعد كم شهر اصيب تاني بفقدان تحست. غالبا دي اصابة تانية. غالبا اصابة تانية. غالبا اصابة تانية. هي الحدوطة ان الكورونا يعني مش بتبدي مناعة خالص او يعني بتعمل بعض الاجزاء الاجسام المناعية لما انا اصيب بيجيلي شوية اجسام مناعية. اه. بس مش بتمنع الاصابة التانية. ممكن يجيلي لان زي ما قلت حياتك ممكن اصيب بسلالة تانية. اه. فهي لسه المعلومات كاملة مش واضحة على الفيروس. مش كاملة. مش واضحة. الكلام ده حنعرفه بعد سنين بعد لما الجائحة تخلص بامر الله. طيب. انا شوفت ناس يعني اصيبوا مرة واثنين ورجعوا اصيبوا المرة التالتة. وناس اصابت مرة واثنين. والطعامة واتصابت التالتة. بس هي قيمة التطعيم ان هو بيخلي الاصابة اقل المفروض يعني. وفي نفس الوقت بيقلل الدخول للمستشفيات وبيقلل الوفيات. اه. يعني هو التطعيم ده. انما دي مهمة قوي. اه. ان التطعيم لا يمنع من الاصابة. لانه برضو بزات فئة الشباب. هو متخيل انه هو. بما ايه يبقى وصاب. يبقى الطعم ليه? اه لأ. اه بقول حقيقي انه فيه فئة من الشباب مثلا. هو بياخد التطعيم بهدف واحد ان هو عايزي الى الكمامة. لأ. انت هتاخد التطعيم وحتمعد برضو تلتزم بالتباعد وبالكمامة لان انت ممكن تساب اي نعم ممكن تبقى لسابة خفيفة. بس الافضل ان انت تلتزم بالاجراءات الاحترازية. اه. طيب اللي برضو الجزئية اللي احنا عايزين نقول فيها بالنسبة للقاحات حضرتك قلتلي ان ان احنا في مصر اللقاح المصري. اه في سبيله يعني ان يرى. لسه في تجارب سررية لسه بيبتدوا فيها. لسه. اللقاح المصري اللي هو الكوفيفاكس. او. كوفيفاكس. ده في محل في محل تجارب السررية. بالزبط. طيب قلتلي برضو فيه بريكة امل ان فيه علاج مصري للأوميكرون. بالزبط هو لما لما القرآن مستقليش قوي لانه هو الخبر هتلاقي فيه جزء كبه. اه لما لما ظهر. اه لما زهر فبدأنا نتعامل معاه في اللي انا بكلم على الحالات الشديدة. اه. والحالات البسيطه اللي هي بتدخل المستشفيات او الحالات البسيطه. اه يعني متوسطة اللي بتدخل المستشفيات او البسيطه اللي معاه هيعمل خطورة كنا بنده مجموعة من الادوية اللي هي المضادات للفيروسات. زي الايفرمكتن وحاجة اسمها الفافي بيرافير. وده برضو كان بيتصنع في مصر. اه لما جات السلالة بتاعت الاميكرون وكان فيه برضو حاجة اسمها المونوكلون الانتيباديز اللي هو دواء غريب بالفات يعني. بيتاخد اه طبعا. ده دواء خارق مصري والمستورط? اه لا هو يعتبر اه لا يعتبر مستورط. اه حاجة حاجة وتلاتين الف بس بيستخدم في حالات معينة برضو بيقلل التدهور الحالة. ده في حالة الكورونا ولا الاميكرون? اه في حالة الكورونا. لما ظاهرت الاميكرون لان الادوية الغنية دي ممكن ما تكونش بتستجيب للادوية دي. يعني ممكن السلالة الجديدة ما تستجيبش للادوية دي. اه فالوزارة الصحة نزلت اه دواء اسمه ملنو بيرافير ده مضاد للفيروسات. والمفروض ان هو مش هيكون غالي هو يبقى بستمائة خمسة وعشرين جنيه. اه ده بيتصرف عن طريق الدكتور عبدالغفار. اه وزير التعليم العالي طبعا قائم باعمال وزارة الصحة. قال ان هو ممكن بيتوفر عن طريق الخط الساخن اللي هو اربعتاشر اربعين. هو الدواء لسه يعني. دواء مصر. اه يعني مصنع في مصر. هو ده يعتبر بيتصنع في مصر. في خمس ادوية دواء اه خمس مصانع دواء مصرية بدأت في تصنيعه. بس هو في مشكلته في تحذير يعني في حتة الحوامل ان هو لا يفضل ان هو يستخدم لان هو ممكن يعني المشكلة للجنيه. اه. اه. يبقى عزيرين جدا في التعامل فيها عند الحوامل. فده يعتبر احدث دواء نزل في يناير. يعني والله خبر اه صار للناس احنا نطمن بس الناس ان احنا كده في اخيرا سمعنا عن دواء للكورونا بدل مسألة اللقاحات وفقط يعني. اه هو اه هو طبعا يعني هو برضو اه هو في امن كله بس برضو يعتبر يعني اه على فكرة كل ادوية الكورونا لو دخلت على الانترنت هتلاقي مكتوب عليها يعني كل الادوية تعتبر تحت التجربة. عشان كده بقول الحقيقة لما الجائحة اه تختفي بإذن الله هنبقى نعرف بقى مين الدواء اللي فعلا كان فاعله ومين اللا. بس هو ده يعتبر باريخة امل اه. بس برضو ما هواش مش شرط يكون فاعل مية في المية ولكن نسه برضو تحت التجربة. انا جالي مرة يعني خبر كده من بعض يعني المصادر اه يعني بيقول للأسر كان جاي من امريكا بيقولك منتظر ان يصيب تقريبا كل الكرة الارضية. ايه ما ده صحة الوارد يعني اللي انتشر بسرعة البرق يعني. يعني الله اعلم بس هم انتشاروا سريعا. اه معرفش تلت كرة الارضيئة او نصها معرفش بس انا قد تقول ان هو سريع الانتشار. اه سريع الانتشار. يعني ده يعني اشارة لسرعة انتشاره يعني. سرعة انتشاره اه. ده الفلوانزة العادية ما عملتش كده يعني ايديا هي الخطورة بقى في سرعة الانتشار ليه. بالزبط اه. طيب في برضو جالي حاجة تانية اقولك ان يعني عشان سرعة انتشاره وقلة حدة خطورته مقارنة بسلالات الاخرى. اه ده يعتبر كده يعني فيه امل ان يبقى اخر سلالة متحورة للكورونا ويتوطن. وبالتالي يصبح كانفلوانزة ومتوطن عادية. ايه ماذا صحة الكلام ده? اه برضو الله يعلم يعني حيبان الايام اللي جاية حتبين القصة دي تأكدها. اه. ده معنا بقى ان احنا لازم نكون حاضرين. اه. ما ندفقلش كتير وناخد كل احتياطة. هي الحدوطة في حاجة. الحدوطة ان هو زي ما يعني هما عزلوا في الدول العالم وبرضو في مصر. اه وارد جدا يكون فيه لسه فيه سلالات بعدي. يعني سلالات بعديها حتطلع فاحنا مش عارفين مدى خطورتها. معنا عن حاجة في اسرائيل والمسابة بيننا وبين اسرائيل مش بعيد. اه. بنا يستر. فدي برضو لازم تبو سلالة في اسرائيل دي الدكتورة يعني هل فيه جديدة عن اعراضها او لا لسه? لا لسه. مش معروف ايه طبيعيطة يعني الحدد دلوقتي. يعني بمعنى اصح لأ ما يعني ما عارفش مفيش كلام كتير عنها. سلالة في اسرائيل فقط? يوم اعلنوا اه اعلنوا انها ظاهرة. اللي اعلنت يعني. مش اكيدا مصدر الخبر ولكن هي موجودة اه. اه. يعني برضو لازم نكون اه في حالة. هي الحدودة ان احنا لو لو يعني التزمنا بالاجراءات الاحترازية احنا بني بنعمل اجراءات احترازية. يعني ليه لازم يكون فيه تباعد وليه لازم يكون فيه كمامة. عشان لو اه شان الفيروسات دي بتتنقل عن طريق التنفس. والفيروسات التنفسية خطورتها انها بتتنقل لو اتنين يعني يعني اقربوا من بعد او حد عطس او كح او حتى بالكلام. فبالتالي لو احنا عملنا اجراءات احترازية مظبوطة. هنقفل السكة على كل الايه الامراض التنفسية اللي من ضمنها الفيروسات. يعني. علشان كده النسب الاصابة بالانفلونزا في بداية الكورونا كانت قلت جدا ليه? لان الناس بدأت تبعد عن بعض. بدأوا يقللوا نبسوا لاحضان. بدأوا يلبسوا الكمامة. فقلت بطبيعة الحال جميع يعني بعض الفيروسات التنفسية الاخرى. بس ينسوا شوية وبدأوا ياخدوا ريلاكسيشة شوية يعني يتقابلوا افراح بقى وحفلات. وبرضو حتى المواصلات اللي عامة مفيش برضو يعني. مفيش تابعة طبعا. طبعا مفيش. التكادس طبعا موجود. لازم برضو نأكد تاني على الناس اللي خصوصا يعني بيركبوا مواصلات عامة لازم الكمامة. وقدر الامكان يعني يتجنب النزول في اوقات الزحام. بالزبط. بقدر الاستطاعة يعني. مش كده برضو بالزبط. علشان نقدر نحمي نفسينا على قد. ما نقدر. احنا طبعا كده يعني استوفينا الكورونا والاميكرون معرفش حدرتك هل فيه جديد شعان هتعرف تحب ادي فيه قبل ما ننقل بقى على جزئية تانية. اه هي اهم حاجة بس بذكر الناس بموضوع هي ازاي بتتنقل? اه بتتنقل طبعا عن طريق الرزاز والسعال. يعني لازم بتبقى المسافة ما بيني وما بين الشخص المصاب اقل من متر عشان انا اتصب بالمرض. انما لو هو وقف عند باب القوضة وانا في اخر القوضة لا مش هيجيلي المرض. فلازم ابقى قريبة منه اقلم مسافة المتر. فاهم حاجة في الوقاية هي التباعد. تانية حاجة ان هو ممكن يتنقل عن طريق اه غير مباشر. يعني عن طريق ان الرزاز برضو ييجي على ايدي وايدي انا المس بيها. لو مسلا ام بتاعتص مسلا وايدي هتلمس عين طفلها او الانف او الفم برضو بيتنقل. في طريقة تالتة اقل اهمية انه الرزاز ينزل على سطح والسطح يتلوز طبعا الرزاز والفيروس موجود فيه. فانا المس السطح ده وبعد كده ارجع احط ايدي على عيني او على امفي او في الفم. آآ فبالتالي لما نيجل ان نقول لسبل الوقاية هنقول نمرة واحد هي التباعد لو احنا وعاد عن بعض مستحيل هنعدي بعض او بنسبة كبيرة مش هنعدي بعض نمرة اتنين هتبقى الكمامة لان الكمامة هتعمل عازل ما بيني وما بين الشخص المصاب طبعا الكمامة مقصود بيها الكمامة الطبية لان الكمامة طالما ان هي ما فيهاش فلتر يبقى هي ملهاش اي قيمة وبالعكس بتديني احساس خاطئ ان انا يعني تاني البعد للأسف يتهاون وبيبضل الكمامة. آآ يعني في بعض شركات القطن مش هنقول اسمها عملت كمامة وانتشرت جدا 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 جدا. آآ عارفنا. آآ فالكمامة القطن ملهاش اي قيمة. القطنية ما هياش واقية. خالص خالص بالعكس هي بتدي احساس خاطئ بالامان. فواحد هيبقى التباعد اتنين الكمامة ثالث حاجة تطهير الايدي وعدم لمس الوجه باي حال من الاحوال يعني انا برا البيت آآ معي الكوحال في ايدي معيش كوحال ملمسش وشي ابدا. واخر حاجة طبعا هتبقى تطهير الاسطح والاسطح اللي احنا بنلمسها الاكثر ملمسة آآ دينا يعني. طيب في سؤال لي واحد بيقول انه اصيب بالكورونا من سبع شهور. مم. وخف. مم. ولكن حست فقط طبعا اثناءها حاست التزوق والشم. مم. وما رجعتش تاني ليه. مع العلم انه هو عنده قريدي جيوب انفية. مم. تفتكري بقى هل ده نتجة يا دكتورة يكون اعراض جيوب انفية ولا? لازم يرجع لطبيب الانف وقوزن طبعا عشان نشوف خصة الجيوب الانفية و هل تم علاجها بشكل صحيح? ولا. الحاجات التانية ان احنا اوقات بنوصف بعض البخاخات للانف فيها نسبة كورتزون خفيفة بتحسن. اوقات بنعمل حاجات كده زي اختبارات يعني من هوا بيحاول يشم حاجات لها ريحة قوية. زي 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 القرنفل والنعناع والكلام ده لمدة 30 ثانية يحاول يستعيد يعمل تدريب لحاسة الشم وان شاء الله ترجع هي في معظم الحالات بترجع خلال شهر بس فعلا في حالات بتتأول لازم يرجع بقى للطبيب يعني يرجع سبب اخر طالما هو خفل من اعراض الكورونا بالزبط ممكن بس يرجع اهم حاجة طبيبا في اذن وبرضو طبيب الامراض المعضية او طبيب الصدرية يتابع طيب هو يعني برضو ننتقل بقى الجزئية هذيكوا تقشرتي الجزئية مهمة جدا قبل التشجيل قلتلي مش كل حرارة تعني كورونا او انفلوانزة صح? مش كل ارتفاع في الحرارة قد يكون اعراض ارتفاع الحرارة مرض اخر معجز مش كده برضو تقدروا هلأ ايه طيب تقول لنا يعني ايه اخطر الامراض المعادية كده قبل يدخل في تفاصيل بقى اسئلة والله هو موضوع الحرارة تسبب ارتفاع حرارة وما يشكرون ان هو الحرارة طلعت اقل انا كورونا ويبدأ ياخد دور كورونا من نفسه هو احنا كورونا احنا متفقين ان الكورونا طبعا فيروس فيه احاجات كتيرة جدا بكتيرية ممكن ان هي تسبب ارتفاع في درجة الحرارة الحاجات الحاجات زي Hutchيرية اه اه زي ايه زي الالتهاب الرقوي مسلا مثلا الدهاب الرقوي او الاتهاب اللي heure بيقولنا كلنا ان هو اتهابات الحلق او التهاب اه الفارنجايتس يعني التهاب الحلق اه وده بيبقى milieu السابق بكتيري بيبقى عنده حرارة ويبقى عنده التهابات في الحلق ولما بيروح للطبيب بيلاقي ممكن صديده على اللوس لم تعال اه وبيبقى عنده حرارة لكن هو بياخد المضاد الحيوي المناسب وخلاص. هي دي اعراض شبيهة شوية بالكورونا بس لأ ممكن يكون عنده بلغم وممكن يكون عنده اه حرقش شديد في الزور. اه اه. بدون رشح بدون زكام بدون اعتقال. هو اي عيان بيجي. بالزبط اي عيان بيجي بحرارة لازم بنسأل على الم في ازا كان في الم في اللوز او تضخم في الغضط الانفوية اللي في الرقبة ولا لأ. تمام? وبنسأل بعد كده على الاعراض بتاعة التحبات السدرة والالتحب الرئوي. يعني هل فيه كحة او بلغم او لأ. لو مش موجود ده بقى. فيه ضيط في التنافس ما فيش. بنسأل برضو على حاجة برضو منتشرة جدا اللي هو التحابات البول. ممكن يكون عنده حرقان في البول بيخش الحمام كتير. وده يكون سبب من اسباب الحرارة. في اسباب بقى اللي هو يعني. يعني. يعني ارتفاع في الحرارة. ممكن بس. سوى الراول او المرأة ولا. لا هو التحاب البول اصله اللي هو مشقين اللي هو المجرى البولي السفلي اللي هو المسانة. ده بيجي باعراض بس بيدخل حمام كتير وحرقان في البول. انما ممكن لو العيان ده عنده سكر مسلا. ماشي? اه ممكن ان هو الالتهاب يطلع ينتشر لغاية الكلة. فيعمل الالتهاب في الكلة. ساعة العيان يجي بحرارة ورعشة وممكن قلم مكان الكلة يعني قلم في جنابه من ورا. اه ده يعني كده ازا مرضى السكر ومرضى الكلة. اه. ينتبه خصوصا لو حصل. لو عنده اه بدأ حرقان في البول اه ممكن لو هو متعانيش في كويس اه. يوصل للكلة ويعمل له الالتهاب شديد في الكلة. اه. اه. في بقى يعني فيه كده زي منفصلة او مجموعة من الامراض اسمها اللي هي الحمى مجهولة المنشأ. اللي هو العيان سخنة واحنا مش عارفين هو سخنة ليه. وطبع بنعمله التحاليل العادية وممكن بنعمله حاجة اسمها مصرع الدم. اه ونشوف يعني ضمن الحاجات اللي ممكن بتأدي للحرارة. اه حاجة اسمها الحمى المنطية. الحمى المنطية دي اه واحدة من الامراض المعضية. اللي بتتنقل من 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 الحيوانات للانسان. اللي هما الاغنام والمواشي. اه. اللي هما بيربوا اغنام ومواشي. او الطبيب بيطري اللي بيقوم بتطعيم الابقار والمواشي. طب بيتنقل لنا ازاي? طبيب بيطري ممكن وهو بيطعم المواشي. التطعيم نفسه ييجي فيه فيتعدي. اما المزارع مسلا اللي هو من ربي. اه. يعني ايه طبيب بطري التطعيم ييجي فيه التطعيم بيكون فيه نسبة معينة من الايه? من التطعيم بتاع الحمى المنطية نفسه. اه. بيكون فيه نسبة من يعني من البكتيريا. اه. فهو ممكن بالخطأ. لو بس دي طبعا. هو بيها. اه. بس دي طبعا حاجة قليل. تطعيمه للحيوان. اه. اه. بس الاكتر الاكتر انه بتلاقي مزارع. اه انتي عارفة مسلا الارياف. بيبقى دايما. اه بتبقى دايما المواشي جنب البيت بالزبط. اه. اه. يعني بيبقى نفس الجدار وبتلاقي فيه اللي هي الحظيرة دي اللي فيها المواشي. ايه. فهو بيتعامل مع المواشي وكده فطبعا ممكن بياخد منها الالبان وبيعمل منها الالبان من غير ما يعمل ايه? اه يغلي اللبن كويس وكده. اه. لا يعني معلش اكتورة. هو هنا الحمى الملطية بتنتقل في مخلطة يعني تقارب للحيوان ولا بشرب اللبن بتاع الحيوانه المصاب. شرب اللبن والتعامل مع اللحوم بتاعت لو بيتبح. حتى اللحوم. اه اه. لو جزار وبيتبح ممكن انه هو عن طريقه هو مسلا عنده جرح في ايده بيديد بيتبح والمواشي فيها المرض ممكن يتنقله. اه احنا بقى احنا في القاهرة. لا يعني معلش المواشية اللي فيها المرض دي. اه. سين الجزار دبح وقصيب بها بصرف النظر هو هيتعالج. اللحمة دي بقى لما ديجي حد تاني يأكلها. هتبقى معضية ولا بمجرد. لو 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 تسوت كويس اه مش هيتعدي لو ما تسوتش كويس يعني يعني لو سلقت وتسوت كويس حدت مش هيتعدي. اه اه. في حمى الملطية ميكروب الحمى ميكروب هو دكتورة مش كده? اه بكتيري. تم غالي تسويت اللحمة جيد خلاص مش هيتبقى مصابة. اه بالزبط. وتم غالي اللبن بتاعها كويس خلاص مش تبقى مصابة. بالزبط. احنا احنا في الاختلاط مع الحيوان هو حي. مش كده? بالزبط. الاختلاط بالحيوان اثناء دفحه ممكن يحصل اه لو انا ايدي فيها جرح ممكن المكروب يتنقل وتلاقي الجزار او اللي بيختلط بالمواشي بيسخن هو مش عارف هو بيسخن لان. يعني بتبقى حمى ورعشة وسخونة. حمى ورعشة ممكن يجيب الام في الاسفل الظهر بس دي في الحالات المتأخرة شوية ممكن يجيب التعبات في القلب قصص كبيرة قوي بس من اهمها الحمى. اه لو اي ينقص. طب معلش الحالة اللي زي دي يعني مثلا اه الا قدر الله بيعرف الحالة ازاي ان هو حرارت وعليه. لازم يروح لازم يروح لاستشاري حميات متخصص في الحميات في في الحميات وفي الامراض المعضية عشان هيشخص الحالة. بتوصل لكام الحرارة يا دكتورة? ممكن توصل تسعة وتلاتين. كم? تسعة وتلاتين ممكن. وتبقى سبطة وما بتنزلش ولا تنزل? اه لا ممكن بتطلع وتنزل عادي. طيب احنا بالنسبة بقى في القاهرة يعني احنا مش بنتعامل مسلا مع 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 الحيوانات او المواشي او كده يجينا ازاي. يجينا لو اللبن مش مغلي كويس. ويجينا عن طريق حية غريبة جدا. جبنا القريش. اوقات الجبن القريش. اه. لو معمولة اه من حيوان والحياة المصاب ممكن بتتنقل لنا. فدي مهمة اون. طيب يعني اه برضو من الاسباب لبعض الامراض المعدية اه اللي بتقدي اللي اشتفى حرارة والتهاب البيروسي الكبدي. الايه ولا ولا ده. اه لا هو طبعا هو ممكن يجيب حرارة بس اكتر بيجيب الام في في البطن. اه وممكن يجيب زي اه اعراض النزلة المعوية. اعراض نزلة المعوية. بيتنقل ازاي? بيتنقل ان حد يقوم مصاب بالفيروس. الفيروس طبعا بيتنقل بينزل في البراز. هو بيستخدم الحمام. مش بيخسل ايده ومش بينضافها كويس. هفترض انه هو بيقوم باعداد الطعام. يعني هو في مطعم او حاجة. مجرد ما من المكروب يبقى موجود في ايده او في دوافه. طبعا ممكن يبقى موجود في الاكل ويعدي اه اي حد بيتناول هذه الاطعمة. طيب. انا جايلي سؤال برضو عن يا دكتورة الجرسومة المعدة. اه. لو قلنا يعني بصرف النظر هتلخص لنا كده اعراضها عشان الوقت بقى. اه. والوقاية برضو يعني المعدة. هي المعدة يعني قلو عليها الحلزونية علشان هي شكلها الحلزوني. مالش كده? اه. معجودة في جدار المعدة في الجدار المبطل للمعدة. الاعراض بتاعتها اوقت تيجي باعراض يعني ممكن حسين ان العيان ده بيتدلع. الام في البطن ممكن آه ماغس. آه ممكن سوء حضن آه علام قرحة مسلا في المعدة وحاجات زي كده. الام في المعدة. ممكن تسبب آه فقدان للشهية. ممكن فقدان الشهية وفرقدان طبعا للوزن. وهل بتقدي الارتفاع حرارة برضو? لا في اغلب الحالات لأ. آآ بتتنقل ازاي? بتتنقل عن طريق المياه الملوثة. بتتنقل عن طريق الاطعامة الملوثة. بتتنقل عن طريق الاستخدام الاواني الشخصية لحد مصاب. وبتتنقل عن طريق اللعاب برضو من شخص مصاب. اللعاب? آآ. طب معلش عرفوا ان المحتورة استخدام بقى الحمامات وتطهيرها الكافي انه ما يبقاش معدي ولا ايه? آآ مجرد غسل الايدي بعد استخدام الحمام وقبل اعداد الطعام ده بيبقى كافي للوقاية. يعني هو بالنسبة للوقاية بالنسبة لنا انه المياه طبعا تكون آآ كويسة ما تكونش ملوثة. الاعداد الجايد للطعام. وغسل الايدي آآ جيدا قبل. يعني ازا هي بخل شي الا عن طريق الفام. آآ. لكن مسألة تطهير بقى الحمامات والكلام ده ما كده. لا طبعا عن طهر الحمامات طبعا لانه ممكن الجسومة تكون موجودة على يعني موجودة في الحمام. موجودة طبعا. آآ. يعني انا بقصد ايه لقدر انا ممكن تنتقل عن طريق السكن الجلد نفسه مسلا ولا ولا مش شرط. ولا لازم بالفم. بالفم. بس عروسل للفم ازاي? عن طريق اليد. فاليد لازم نغسلها كويس. يبقى تطهير الايدي بالماء وستبون دي مهمة جدا. والطعي الجيد للاطعمة دي مهمة جدا. تطهير المياه طبعا اللي احنا بنشربها. يعني ان احنا الاعداد الجيد للطعام. وغسل الخضروات بشكل جيد. ايو يا برافعليكي وغسل الخضروات والفواجه بشكل جيد. علشان نقي انفسنا من الاصابة. في برضو معلومة بالنسبة للحاجات المعاوية والسلمونيلا والكلام ده هوت ان احنا لما نيجي بنعد الطعام حتى عندنا في البيت. الافضل ان احنا احنا عندنا اللي هي بتاعة التقطيع دي اللي هي نسميها البلانشيتة اللي بنقطع عليها الخضار واللحمة. واللحمة. اه. الافضل. اه. لا لا لا. الافضل يكون في واحدة للخضار والفواجه. اه. والتانية للحوم. ليه? لانه ممكن اللحوم لقدر الله فيها اه مسلا المكروب. والمكروب ده يعني اه. حيموت بالغالية. اه. او بالطعام. اه. انما وانا بخسل البلانشيتة اللي او اللي هي اللي بيتقطع عليها اه بتاعة اللحوم. ممكن بعد مخسلها بالماء والصابون جيدا حتى تفضل بعض المكروبات البسيطة. فين? في البلانشيتة. اي احطت عليها الخضار وقطعها فتتنقل للخضار وتتنقل. فالاوضل والاقمن انه دي تبقى لوحدها ودي لوحدها. يعني كده بنأكد على ربة المنزل. او. استخدم اه يعني قطعت الخضار لوحدها. بالزبط كده. وقطعت اللحمة لوحدها. يعني كويقاية بقى. كويقاية. هو اهم حاجة في الامراض المعادية هي الوقاية لان معظم الامراض المعادية يعني ممكن انها يتم الوقاية منها. احنا دكتورة يعني بنشكرك على اللقاء. ممكن اختم بكلمة. الجميل ده وقفتينه كتير. اختم بكلمة. نعم. اختم بكلمة. اختم بكلمة. اه. يعني بس احب اقول للجميع ان طريقة الوقاية من الامراض المعادية. اه سواء اللي هي التنفسية او اه امراض الجهاز التنقل يعني التنفسي او الهضمي او حتى الجهاز العصبي اللي هو التهاب السحية والكلام ده هوت. كله اه ممكن ان احنا اه نحمي نفسنا منه بطرق معروفة ومحددة. كلها تصب في الهيجين او النظافة الشخصية والحاجات والعادات الصحية اللي هي السليمة. الصحية السليمة. اللي هي ايه? اللي هو غاس الايدي بالماء والصابون دي دي مهمة جدا. اه عدم لمس الواجهة طبعا ولو الايدي ملوثة. اه الغسل الجيد للخضروات والفواكه دي مهمة قوي. التهو الجيد لكل المأكلات اللي احنا بنكلها. اه في حاجة تانية برضو ان التطعيمات الاجبارية اللي بنلاحظها كتير في الاطفال دي لازم ناخدها. لو في تطعيمات الانفلوانزة سنوية لازم ناخدها. التطعيم الكوفيد لو متاح وما فيش في منه مشاكل برضو لازم ناخده. اه غير كده لو احنا مصابين باي مرض من الامراض. ما فيش داعي ان احنا نسافر هنا او هنا. عشان من الانشي العدوى. لو احنا رايحين لمنطقة وعارفين ان المنطقة دي موبوءة لمرض معين زي مثلا اه منطقة فيها المالاريا منتشرة او كزا. لازم ان انا بتوجه لعيادة السفر. علشان خاطر اخد التطعيمات بالنسبة لي المهمة. والتحذيرات المهمة علشان ولو في ادوية باخدها طبعا. علشان احمي نفسي من الامراض الماضية. اولا احنا بنشكرك جدا. واسعدينا باللقاء الجميل ده. شكرا كزيرا. وان شاء الله نلتقي بحضرتك في اللقاء التانية. بازن الله. شكرا كزيرا. ومشكرك. شكرا. اهلا بيك دكتور. شكرا. شكرا.